الشيخ صالح تهاون بعض من الناس أطلقوا الفسق والكفر على كثير من الناس بلا علم ولا برهان هل من توجيه في ختم هذا الدرس؟ لا يجوز إطلاق الكفر والفسق على الناس إلا من استحق ذلك بأن قام به ناقض من نواقض الإسلام فيطلق عليه الكفر والفسق إذا عمل كبيرا من كبائر الذنوب كالزنى والسرقة وشرب الخمر ولم يتوب يطلق عليه الفسق هذه أمور علمية الكفر والفسق هذه مسميات علمية لا يجوز إطلاقها إلا على من يستحقها هنا